القلوب سعيدة وتواقى لهذا الشهر الفضيل بكل تأكيد تابعنا المدائح من العراق وتابعنا التحضيرات من الأردن وأيضا جئنا إليكم بتقرير خاص من فلسطين والامسحرات من القدس ونكهة خاصة لهذه اللمحة التعاونية المجتمعية في أبهى حلالها في شهر رمضان اقوم معنا نتابع هذا التقرير يا نايمين اصخوا وصلوا على النبي يا نايم وحد الدايم يا نايم وحد الله شهر رمضان موسم رحاني له طقوسه المزدان بكل هذا البهاء المفعم بالطمأنينة والوقار ومن بين شعائره القيمية المسحراتي الذي يضف على الشهر الفضيل واحد من بين جماليات كثيرة ورغم تلاشي المسحرات من المشهد الرمضاني لكن هنا في القدس لا زال مواضبا على الحضور يا نايم وحد الله يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوح وللمسحرات مذاق خاص في أزقة البدن التاريخية النبيضات بالحضارة والتاريخ كمدينة القدس المحتلة رغم أنه محفوف بالمخاطر بفعل إجراءات الاحتلال التي تمنع قطعا أداء الفروض الدينية والاجتماعية وسائر العبادات التي تشكل متن موروثنا الديني الحضاري لكن صوت المسحراتي يخترق جدر الصمت والصوت ومحاذير الاحتلال أيضا ليعلن ميلاد يوم جديد من أيام رمضان المبارك يا نايم وحد الدايم يا نايم وحد الله يا نايم وحد الدايم هي حارات القدس وشوارعها العتيقة عقبة الرصاص، الشيخ ريحان، باب المغاربة، الحي الأرمني والمسيحي وكافة الحارات والشوارع والأزقة بمسلميها ومسيحيها يستقبلون المسحرات بزيه المقدسي الأصيل وصوته الشجي الذي يبوح بالأذكار والأدعية والأهازيج المتورثة جيلا بعد جيل هي القدس يا سادة بكل ما حباه الله من طهر وعفة وقداسة تحرس حلم البقاء حتى الفجر الموعود قوموا على صحوركم أجا رمضان زوركم